موسيقى 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 عندي سؤال كتير مهم دكتور فريد وهو يمكن بنفس سياق الحديث المسيح هو الكامل القدوس المنفصل عن الخطار يعني استحال انه يتجرب الخطيئة او حتى يكون شبه يعني فيه لكن من ناحية التاني الكتاب المقدس لان البعض بقولك لا الانبياء كلهم معصومين لكن الكتاب عم بيوري خطايا الأنبناء حتى أنبياء الكبار يعني مثل إبراهيم مثل موسى مثل نوح مثل داود مثل سليمان وهكذا فيه يعني دول أنبياء يعتبر كبار وبرده أخطأوا فشو يعني شو ردك على هذا الموضوع أولا نقول أنه كون الكتاب المقدس يذكر هذه الأخطاء لأفاضل الأشخاص هذا يؤكد صحة هذا الكتاب فهو لا يتسطر على بس البعض بهاجمنا بسبب هذه الخطايا لأنهما مش بيفكروا صح يعني هو لو فكر صح يعرف أن دا كتاب صادق وحقيقي فأي من البشر لم يتعرض للسهو والسقوط والخطيئة الكتاب شهد نفسه ليس بار ليس ولا واحد طب كم واحد أخطأ قال الجميع أخطأ وأعوازهم مجد الله بما فيهم الأنبياء طبعا بما فيهم الأنبياء نمرة اتنين سقط أفضل الأنبياء لكي عبر التاريخ يتبرهن أن الكل مجرد بشر مهما بلغوا لكن هناك واحد فقط لن يسقط ولن حتى يوجد بداخله الميل للسقوط لكنه انتصر عليه وبالتالي هذا يظهر تفرد المسيح تفرد المسيح يا أخي نزار يؤهل الحقيقة خطيرة أخرى وهو أن يكون هو الفادي أن يكون هو الذي يقدم نفسه كفارة على الصليب فكيف من الممكن أن يقدم نفسه ككفارة لفداء بشرية من الملايين الملايين إن كان هو نفسه يحتاج إلى من يكفر عن خطياته اشتركوا في القناة